أهلا بكم إلى التفاصيل شهدت العاصمة العمانية مسقط لقاء قمة بين جلالة الملك والسلطان قابوس بن سعيد بسلطان عمان تناول العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى بحث أبرز القضايا الإقليمية الراهنة وخلال القمة أكد جلالة الملك والسلطان قابوس على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن وسلطنة عمان مشددين حرصهما بالنهوض بهذه العلاقات في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين كما تناولت المباحثات القضايا الإقليمية الراهنة وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة تعيد الأمن والاستقرار لشعبها حدد رئيس الوزراء ساعة العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر واستثنى رئيس الوزراء موظفي دوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم على أن يعود الدوام الرسمي بعد شهر رمضان إلى ما هو عليه الآن أكد وزير الدولة لشعب العلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة ماضية في خطة تحفيز النمو الاقتصادية للوصول إلى الرؤى وتطلعات التي تخدم اقتصاد الوطن والأمن والاستقرار المالي للمواطن جاء ذلك خلال استضافته في برنامج نبض البلد للحديث عن عدة ملفات محلية وإقليمية هي ملفات عالقة ليست على طاولة الحكومة والمجالس السياسية وحسب بل كذلك في أذهان الشريحة الكبرى من أبناء الأردن فعلى طاولة نبض البلد فتحت ملفات حكومية وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخطط التي تشرع الحكومة بتنفيذها والتي من شأنها تنفيذ الرؤى والتطلعات نحو غد أفضل لكن استنادا إلى أرقام ونسب ضمن خطط واستراتيجيات الحكومة التي تعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن واجبنا كمؤسسات مجتمع مدني كأحزاب كقوة سياسية كقوة مجتمعية كأعلام أن نقود الرأي العام باتجاه ترسيخ المعلومة الرقمية في نقاشنا العام هذا مهم مهم لأنه هون بصير حل المشاكل كنت في الاجتماعات أخي محمد اللي بتقعد فيها الحكومة والوزراء وبقعد فيها مجلس السياسات الاقتصادية اللي تعين بأمر من جلال سيدنا وبقعد رئيس الوزراء وبتحدثوا بالتفاصيل بالقطاعات المختلفة هذه ميزة ميزة أنه القطاع العام الخاص بنى هذه الاستراتيجية بشكل تشاركي بحث يومي لا تستطيع الحكومة ولا أي سياسي أن يخفي التحديات لكن بنفس الوقت نقول طيب احنا شايفين هذه التحديات لكن هناك بعض الأمور الجيدة التي تحدث مطلوب من الوزير أن يكون هو نفسه من يتابع هذا الأمر بشكل مستمر إدراكا منه لأهمية هذه الخطة بإحداث النمو المطلوب قضية الشهيد الأردني الكزجي الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مدينة القدس قبل أيام والتي حملت فيها الحكومة المسؤولية على سلطات الاحتلال والذي هاجم رئيس حكومتها تصريحات الأردن التي تحمله وحكومته مسؤولية استشهاد الكزجي لننجر لمزيد من الحروب الكلامية حول هذا الأمر نحن دولة لا يستطيع أحد أن يزاود عليها في مواقفها الداعمة للسلام والداعمة للعملية السلمية وقعنا معاهدة السلام في عام 1994 مع إسرائيل ولازلنا نعتقد أن على إسرائيل أن تكون منخرطة بشكل أكبر في عملية السلام تصعيد الخطاب السوري بحق الأردن كان محورا حاضرا كذلك على نبض البلد حيث بين المومني أن موقف الأردن ثابتا نحو حل سياسي لاعسكري في سوريا إلا أن حدود المملكة المحاذية للأخيرة هي خط أحمر نحن من يدنس ترابنا ومن يدنس هواءنا ومن يتعدى على سماء بلادنا سوف يلقى القتل والتدمير هذا شيء أثبتنا على مدى سنوات ماضية من يدنس تراب هذا البلد وسماءه سوف يجد القتل مصيرها هذا أولا ثانيا نحن الدولة التي دعت لحل سياسي للأزمة السورية منذ اليوم الأول عندما كانت الدول الأخرى تتحدث عن أسابيع وتتحدث عن أشهر قبل أن يكون هناك حسما عسكريا للأزمة السورية نحن تحدثنا عن حل سياسي أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مجموعة من الإجراءات لضمان جودة الخدمات المقدمة للمغتربين الأردنيين في الخارج الإجراءات تمثلت بإصدار جواز السفر خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الطلب وخلال عشرة أيام لبدل الفاقد والتالف إلى جانب إنجاز المعاملات القنصلية كالتصديقات للشهادات وعقود الزواج حيث يتم إنجاز معاملات الوكالات العدلية بعد تطقيقها في نفس اليوم وسيتم تجهيز قاعة استقبال للمراجعين في البعثات الدبلوماسية بكافة مستلزمتها وتم أيضا تمديد فترة العمل في البعثات لتكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا إضافة إلى العمل أيام السبت في البعثات الدبلوماسية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا كما تم استحداث قسم متابعة قضايا متلقي الخدمة وتخصيص قنوات الاتصال والتواصل في مركز الوزارة لاستقبال الشكاوى والاختراحات ضمن فعليات تمرين الأسد المتاهب 2017 نفذ لواء الملك حسين بن علي اليوم تمرين عسكريا تعبويا مشتركا في أحد ميادين التدريب اجتمل على القتال في المناطق المبنية والتعامل مع المصابين بالإضافة إلى جملة من التمرينات المشتركة نتابع هذا التقرير ضمن فعلياتها القتالية التدريبية المشتركة والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في الدول المشاركة بتمرين الأسد المتاهب 2017 نفذ لواء الملك حسين بن علي بمشاركة القوات الأمريكية ولواء الصحراء الخاص وكتيبة الدبابات الحدية عشرة الملكية تمرين عسكريا تعبويا مشتركا في أحد ميادين التدريب اجتمل على القتال في المناطق المبنية والتعامل مع المصابين بالإضافة إلى السيطرة على النيران واستخدام الدبابات في المناطق المبنية وعمليات التزويد إلى جانب جملة من التدريبات الساعية نحو زيادة قدرة الوحدات المشاركة على تنفيذ المهام التي تكلف بها في مختلف الظروف كتيبة الراجمات التاسعة والعشرون الملكية نفذت يوم الأحد الماضي تمرين عسكريا مشتركا إلى جانب القوات الأمريكية بعد ثمانية أيام من التدريب المشترك على العديد من الأمور في الكتيبة تلقى المشاركون خلالها تدريبات نظرية وعملية على عدد من المواضيع كالاتصالات والحركة والتحميل وإنشاء الرمايات وإجراءات الأمان حيث تحاكي كتيبة الراجمات التاسعة والعشرون رد الفعل السريع للتهديدات التقليدية وغير التقليدية ليعمل هذا التمرين على تقوية العلاقات العسكرية وزيادة العمل المشترك استجابة للتحديات التي تواجهها المنطقة مؤخرا هذا وكانت إحداث منتخبة من الدول الشقيقة والصديقة نفذت تدريبات بحرية مشتركة اجتملت على محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية وتنفيذ العديد من الرمايات على مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والتدريب على أعمال تفتيش السفن ومكافحة القرصانة وصولا لأعلى مستويات الكفاءة القتالية طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان عطاءات إعادة تأهيل الطريق الصحراوي بعد اعتماد آلية طرحها لتكون من خلال ثلاث حزم تشمل كل منها ائتلاف مقاول سعودية ومقاول أردنية وزير الأشغال العامة والإسكان وخلال اجتماعه مع ممثل الصندوق السعودي للتنمية رجح أن يتم الانتهاء من طرح العطاءات خلال أسبوعين ليتم بعد ذلك مباشرة العمل بالمشروع الذي منهم نتوقع الانتهاء منه بعد نحو 22 شهرا من بدء العمل به نحن نأمل أنه خلال أسبوعين الان يتم انهاء التدقيق المالي على العروض وتوقيع الاتفاقيات عن المقاولين المقاولين التلفات ومقاولين سعوديين واردنيين من خلال ثلاث عطاءات مدة تنفيذ لهذا المشروع 22 شهر إن شاء الله مع عيد رمضان يكون العمل بدء الفعلي في هذا المشروع على أرض الواقع تم فتح العروض المالية للمقاولين لتنفيذ الطريق الصحراوي وهو طبعا ثلاث حزم وإن شاء الله التي تنافس عليها سبع تلفات مقاولين سعوديين واردنيين وإن شاء الله ثلاث منهم سوف يكون فايزين في هذا الفتح العروض إن شاء الله أكدت مؤسسة الغذاء والدواء أن شحنة الخضار والفواكه الأردنية التي تم الحديث عن إعادتها إلى الأردن من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة جرى فحصها مخبريا وثبتت صلاحيتها للاستهلاك البشري جاء ذلك خلال ورشة عمل نظم تحت عنوان شركاء في المسئولية إلى التفاصيل الفحوصات المخبرية الدقيقة أثبتت صلاحية المنتج الزراعي الأردني التصديري للاستهلاك البشرية بشكل كامل كما أكد مدر عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكترهاية العبيدات وحول ما أظهرته نتائج الفحوصات المخبرية أن كميات قليلة من الخضار والفواكه المصدرة كانت تحتاج لفترة أطول من غيرها للتخلص من المتبقيات الكيموية قطع الخاص بقوم بشراء وتأمين المواد الغذائية للمواطن وبثم تخزينها لغاية بيحها وأحيانا هذا التخزين وعملية مراحل التداول والبيع والعرض بدها رقابة يجب المراقبة حتى نستطيع ضمان سلامة هذه المادة الغذائية وفي إطار تكثيف الرقابات نظمت مؤسسة الغذاء والدواء ثلاثة حملات تفتيش ستتوزع في جميع الأسواق في كافة المناطق خلال شهر رمضان المبارك إضافة إلى إنشاء غرفة طوارئ وخط ساخن للإبلاغ عن أي انتهاكات المؤسسات الرقابية وظيفتها الحفاظ على المنتجات الغذائية لضمان وصولها إلى المواطنين بشكل صحي لكن جميع الطرق الرقابية لن تمنع من ليس لديهم ضمير حي من التجار وغيرهم لغش المواد الغذائية والآن ننتقل في بثحي ومباشر لنتابع هذه الصور حول فعاليات إحياء ذكرى 69 لنكبة عام 48 من مهرجان القوى والفعاليات الوطنية من أمام مقر حزب الوحدة الشعبية مع مراسلنا راعد بن طريف راعد مساء الخير وأنقلنا الصورة عن هذه الفعالية نعم علي مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين تحيي الأم العربية ليوم الذكرى 69 لذكرى النكبة الفلسطينية في مثل هذا اليوم من كل عام تقام العديد من الفعاليات الشعبية التضامنية مع أبناء شعبنا الفلسطيني اليوم في حزب الوحدة الشعبية تقام فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني سنتحدث مع أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب عن تفاصيل هذه الفعالية مساء الخير دكتور أهلا مساء النور يا مرحب دكتور يعني في مثل هذا اليوم ذكرى 69 للنكبة الفلسطينية ماذا تعني لنا؟ يعني وبلا شك أن الحديث يعني عن ذكرى 69 للنكبة هو حديث مفصلي وأساسي في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي تاريخ الأمة العربية النكبة يعني ذكراها تلخيص للمئات من القرى والمدن التي تم تدميرها والعشرات من المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني النكبة بما تعنيه فقدان الوطن وتشريد الشعب الفلسطيني حرمانه من التواصل والاستمرار الحضاري نحن ننظر من خلال هذه الفعالية والعديد من الفعاليات الأخرى أن النكبة بقدر ما هي نكبة للشعب الفلسطيني هي نكبة للأمة العربية جمعا لأن الوجود الصهيوني لم يستهدف فقط فلسطين والشعب الفلسطيني ولكن وجوده وتطوره كان يستهدف قطع الطريق على الأمة العربية في التوحد والنهوض واحتلالها لمكانها الطبيعي تحت الشمس هذا العدو جيء به من أجل أن تكريس الهيمنة الاستعمارية على وطننا العربي ونهب ثرواته وخيراته ضمن هذه الرؤية وضمن هذا الفهم نقيم هذه الفعالية والفعاليات الأخرى لتأكيد وحدة النضال وترابط النضال بين الجماهير العربية والجماهير الفلسطينية في مواجهة العدو الأوحد العدو الأكثر خطورة والعدو الحقيقي الذي يهددنا جميعا عربا دكتور عذرا على المقاطعة لكن ما يميز الذكرى التاسعة والستين للنكبة الفلسطينية أنها الآن تحيا في ظل القسام الفلسطيني الموجود داخل الفصائل الفلسطينية وأيضا موضوع إضراب الأسرى الفلسطينيين صحيح يعني بلا شك أن هذه الذكرى تأتي في ظل حدث كبير وهام جدا تخوض الحركة الأسيرة يعني إضرابا يعني تجسد فيه صمود منقطع النظير في مواجهة بربرية العدو الصهيوني ومسعيه لكسر إرادة الأسرة نحن نرى أن دعم هؤلاء الأسرة واجب على كل الجماهير العربية واجب على كل المؤسسات العربية ونرى كذلك عدا عن هذا الوجوب أن انتصار الحركة الأسيرة في تحقيق مطالبها من شأنها أن توفر الأرضية الحقيقية والجادة لنهوض شعبي فلسطيني ونهوض عربي حقيقي يتصدى لكل محاولات التفتيت ومحاولات الهيمنة على أمتنا العربية ما نواجهه من أمراض في فلسطين من انكسامات والجماهير الشعبية العربية من احتراب داخلي واقتتال طائفي باعتقادي أن هذه الأحظات الصعبة التي نعيشها وهذا النضال الأسطوري للأسرة كفيل بأن يوجه الأنظار للعدو الحقيقي وننتبه إلى ذلك حتى نحقق أهدافنا شكرا لك دكتور ربما ألخص أن الأمر بشكل سريع جدا لدكتور سعيد الذياب الآن سننتقل مع زمين المصور إياد صوفان لنقل صورة مباشرة الآن من داخل الخيمة التضامنية التي أقيمت أصلا خصيصا مع الأسرة الفلسطينية الآن هذه لقطات مباشرة من داخل الخيمة التضامنية لإحياء الذكرى التاسعة والستين للنكبة الفلسطينية لكم الصورة والصوت سننتبه في الشأن الفلسطيني أبدأ رئيس وزراء الاحتلال عدم تفاهمه لقلق الولايات المتحدة حيال نقل سفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة الأمر الذي اعتبرته صحيفة هارتس أول خلاف علني بينه وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة إلا أن واشنطن لم تتخذ أي خطوة في هذا الشأن حتى الآن وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لقناة NBC أن ترامب ما يزال يسعى إلى تقييم إذما إذا كان نقل السفارة سيساعد أم سيضر بفرص التوصل إلى سلام أحيى الفلسطينيون اليوم الذكرى التاسعة وستين لنكبة عام 48 ضمن فعالية خصصوها لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام لليوم التاسع والعشرين على التوالي فيما أصيب عشرات الشباني خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية نتابع هذا التقرير فعاليات فلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإحياء الذكرى التاسعة وستين لنكبة عام 48 تميزت بحضور اللاجئين بلباسهم القديم حاملين أسماء بلداتهم وريات السوداء حدادا على قروهم ومدنهم التي هجروا منها قصرا هو تأكيد من جديد على أن العودة حق مستحق يأبى النسيان في اليوم التاسع والعشرون لخوض أسران الأبطال في معركة الحرية والقرامة وتأتي هذه الفعاليات كلها وجلها ونحن قد أعلمنا مسبقا أنها إسنادا ووقوفا مع الأسرى وتأتي في رسالة واضحة مدوية عالية أننا لن نتنازل عن حقوقنا الوطنية أننا نتنازل عن عودتنا عن حبة التراب من رمل أرضنا الفلسطينية أنا أدرك أن الفلسطينيين ما زال بينهم وبين حق العودة على الكثير من التضحيات فالمشوار ما زال طويلا ولكن أيضا أدرك أن كل المشاريع المتعلقة بتصفية حق العودة سواء مشروع جينيف أو مشروع أبو مازين بيلين أو كل أول هدف أو خطة طريق كل هذه المشاريع هزمت في ذكرى النكبة أبا شبان فلسطينيون إلا أن يثبتوا للاحتلال أنهم لم ينسوا رغم موت أجدادهم فأشعلوا محيط المدخل الشمالي لمدينة البير المحتلة حيث مستعمرت بيت إيل فتية أو فتيات قاوموا متلثمين بأعلام الوطن ومشعلين الإطارات والمتاريس موجهين حجارتهم نحو احتلال سيرحل لمحالة مؤكدين وجودهم وصمودهم وحلمهم بالعودة أنا أمل بالله سنعود لأن حق العودة لا تنازل عنه حق العودة مقدس نحن عائدون عائدون شاء الاحتلال أو أبا سنعود بإذن الله إلى طبرية إلى حيفة إلى يأفة إلى الناصرة إلى الرملة إلى عكة إلى كل داخل وطن اللي سير مننا في عام سمانية واربعين ورثوه من جيل لجيل حلم العودة فخرجوا منتفضين لحقهم بأرضهم المحتلة ومساندين للأسر الذين دخلوا يومهم التاسع والعشرين من إضرابهم المتواصلة عن الطعام هاتفين لجوعهم الذي وصفوه بطريق الكرامة نحو الانتصار والحرية ودحر المحتل من المدخل الشمالي لمدينة البيرا المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا منذ التاريخ الأسود لنكبة فلسطين وما حدث خلالها وبعدها وما زال مستمرا إلى يومنا هذا يتعرض الشعب الفلسطيني لعمليات تطهير عرقية وتهجير وتشريد ففي عام 48 هجرت 774 قرية ومدينة فلسطينية وتم تدمير 531 قرية ومدينة بالكامل نتابع هذا التقرير 69 عاما مرت على نكبة فلسطين تضاعف عدد الفلسطينيين منذ حينها وحتى اليوم تسعة مرات فـ 42% من مجمل إعداد الفلسطينيين لاجئون ليس فقط في فلسطين المحتلة بل أيضا حول العالم لكن هذه التقديرات لا تمثل سوى الحد الأدنى لعدد اللاجئين باعتبار وجود من هم غير مسجلين فلا يشمل العدد من تم تشريدهم بعد عام 49 وحتى حرب حزيران عام 67 عدد الفلسطينيين ليس فقط في فلسطيني التاريخي وإنما في العالم نتحدث اليوم عن 12 مليون و700 ألف فلسطيني في فلسطيني التاريخي نتحدث عن تقريبا 6 ملايين و500 ألف فلسطيني أما على حدود 67 اليوم نتحدث عن 5 مليون فلسطيني 3 ملايين في الضفة الغربية و2 مليون تقريبا في قطاع غزة نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اقتضاظا بالسكان فيما استولت حكومة الاحتلال على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية وحولت 40% من مساحة الضفة الغربية لأراضي تابعة لدولة الاحتلال ما يلغي أي أمل بعودة اللاجئين إلى أرضهم وهذا الأمر لا يفوت من عدد الشعب الفلسطيني مدام أن جوهر القضية فلسطيني حق عودة اللاجئين ومدام أن هذا الحق مقدس ومدام أنه مسلول للقرآن الشعر الدولي والقوان الدولي لذلك كل شعب الفلسطيني يقف خلف تحقيق حق عودة اللاجئين حسب قرآن 94 لن يمس هذا الحق القيادة الفلسطينية جميعها واللجلة التنفيذية وكل القيادة الفلسطينية تقف إلى جانب حق عودة اللاجئين كون الفلسطينيين باتوا منتشرين في كل أنحاء العالم يثبت وجودهم قبل تاريخ نكبتهم عام 48 وينفي المقولة الأزلية بأن أرض فلسطين بلا شعب وما يقارب 13 مليون فلسطيني في كل أرجاء المعمورة يحملون بوصلة تشير لوطنهم آية الخطيب رؤية وتتابعون بعض الأخبار حلقة جديدة من نبض البلد بعنوان ذكرى النكبة والآن ننتقل للأخبار العالمية وفيها خروج ألفي شخص من حي القابون في سوريا وفوز تاريخي لحزب ماركل في الانتخابات الإقليمية الألمانية نزح أكثر من ألفي شخص من المعارضة وأسرهم من حي القابون على مشارف العاصمة السورية دمشق بعد أكثر من شهرين من الاشتباكات والضربات الجوية وسائل إعلام حكومية قالت أن 2289 شخصاً غادروا إلى إدلب بعد أن حصروا في الحي الذي تحول معظمه إلى أنقاض بعد مئات من الغارات الجوية والصاروخية على مدى ثمانين يوماً تقريباً أعلنت اللجنة الدولية لصليب الأحمر وفات 115 يمنياً بمرض الكوليرا خلال الأسبوعين الأخيرين وأوضحت المنظمة أن هناك نحو ثمانية آلاف مصاب بالمرض وهذه هي المرة الثانية التي تنتشر فيها الكوليرا خلال أقل من عام في اليمن إنسحب رئيس بلدية طهران المحافظ محمد باقر من الصباق للانتخابات الرئاسية المرتقبة في إيران في التاسع عشر من أيار ودعا إلى التصويت لصالح رجل الدين إبراهيم رئيسي ومع انسحاب باقر يبقى في الصباق مرشحان محافظان في مواجهة الرئيس المعتدل حسن روحاني وهم إبراهيم رئيسي ومصطفى ميرسليم فقط بثت تلفزيون الرسمي في كوريا شمالية فيديو لعملية إطلاق أحدث صواريخها القادرة على حمل رؤوس نووية كبيرة وكالة الأنباء الكورية المركزية قالت إن الصاروخة أطلق بأعلى زاوية حتى لا يؤثر على أمن الدول المجاورة وانطلق لمسافة تقدر ب787 كيلو مترا تغلب المحافظون في ألمانيا بقيادة المستشارة أنجيلا ميريكل على الحزب الديموقراطي الاشتراكي في الانتخابات الإقليمية في مقاطعة ريميميا إذ عزز فوزهم في هذه المقاطعة التي تشكل معقل حزب الاشتراكيين الديموقراطيين منذ عقود آمالهم بالاحتفاظ على السلطة في البلاد الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقيان في 25 من أيار في بروكسل للمقارنة بين آرائهم وماكرون يكلف اليميني المعتدل إيدوارد فليب بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة دعت المعارضة في فنزويلا الجيش إلى فتح الباب أمام حوار وطني بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد وذلك على الرغم من ولاء المؤسسة العسكرية للرئيس نيكولاس مادور في خبر مختلف محمد الأزايدة فقد بصره وهو في سن الخامسة وتحدى كل العقبات ليهباه الله التعليب والتدريب على تصليح الغسلات والستيلايتات حيث أصبح مؤخرا فني كهرباء أتفاصيل في هذا التقرير طبعا أنا تعلمت الشغل هذا وأخذت الهواية حتى أثبت شخصيتي بمجتمع والحياة صح هي شغلات خطرة الكهرباء والغسلات والستيلايت لكن أنا أخذتها على خطورتها خلص صار عندي فضول أني أعرف الشغلة هاي مثلا كيف تنفق وكيف تتركب وكيف يعني تتكون الكهرباء كيف تكوين القسالة كيف يعني تركيب الصحن السطلايت كيف عياره أخذت على هواية أنه خلص صار عندي فضول أني أعرف كيف هالشغلات هاي تساوى لما شفت حالي أني أتقنت الشغلات هاي طلعت لبرة على المجتمع اللي برة بلشت أشتغل عندي بالحي تمام وبعدين بلشت أطلع لبرة الحي يعني انتشر شغلي برات الحي مش بس بالحي يعني نفسه وصار في عندي يعني شغل الحمد لله شوف أنا إراتي من حديد الحمد لله وراح ظلمه على شعار بالحياة الإرادة تصنع المستحيل قصة محمد الأزايد تتابعونها كاملة ضمن فقرة إرادة من حديد على برنامج كارفان هذه الليلة ولن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة